يواجه الشاعر والصحفي جميل الفرح حكماً قضائياً بإخلاء منزله المستأجر في صنعاء ودفع غرامات وإيجارات متأخرة تقدر بأكثر من مليون ريال يمني ما قد يجعله قريباً هو أسرته بلا مأوى بعد أن تراكمت عليه ديون الإيجار المستحق لصاحب المنزل جميل لم يستلم رتباته منذ ثلاثة أعوام وهو واحد من مئات الأدباء والمثقفين اليمنيين الذين يواجهون مآس الحرب الاقتصادية والإنسانية من دون أن يجدوا أدنى دعم من الحكومة اليمنية أو حكومة الإنقاذ التي يقودها أنصار الله الحوثيون السياسيون لا ينظرون إلينا بأي نظرة حتى نظرة احترام لو كان هناك نظرة احترام لطبقة المثقفين والإعلاميين لكان حالنا واقعنا آخر ونحن نكتب وبحة أصواتنا وصرخنا وقلنا للجميع بأننا نمر في مخنق يجب أن ننقذ منه اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين يضع توقف النشاط الثقافي والإبداعي وتوقف الدعم الرسمي والأهلي بشكل شبه كلين للأدباء والأنشطة الثقافية سببا رئيسا في تفاقم معاناة وإهمال المثقفين والأدباء اليمنيين أصبح الأديب اليمني بشكل عام يعاني معاناة كبيرة جدا هناك أدباء أعمالهم في الأدراج لم تطبع هناك أنشطة الثقافية توقفت أدباء دخلوا في أتون المرض المعاناة الجوع وفيما يسود الاعتقاد بأن طبقة المثقفين المحسوبة على أي من أطراف النزاع اليمني قد يكون أحسن حالا ممن وقفوا على الهياد يؤكد مطلعون بأن حتى هؤلاء ربما يكون أكثر معاناة من غيرهم حتى الأدباء المفرزين ضمن إطار الصراع هنا أو هناك هم أيضا عيشوا ظروف صعبة استطاعت قوى الصراع أن تحول الأديب إلى أجير في ميدان المعركة وأجير بثمان بخص أيضا عنه وبالتالي أيضا الأدباء الذين يعملون مع الآلة الأعلامية هناك هم أيضا يعيشوا ظروف بالغة السوء الأدباء والمثقفون والمفكرون اليمنيون هم جزء من حالة الانقسام أيضا التي تعيشها البلاد بين الموالاة أو المعادات لهذا الطرف أو ذاك الأمر الذي أوجد حالة من الضعف في الأداء الإبداعي والإنتاجي لهؤلاء المثقفين والأدباء مختار الشرفي الحرة صنع